هل يطيع والديه في رفضه ما لزواجه من مرأة معينة؟ الآن العكس هو يريد مرأة معينة وهما لا يريدانها إذا كانت عدم موافقتهما على فتاة يختارها لأسباب شرعية كانت تكون سيئة السمعة معروفة صيتها قالوا تعال أوريك تعال أوريك هذه البنت اللي تريد أن تتزوجها افتح الفيسبوك وشوف العلاقات وشوف الصور خلاص الأب هات يعني أتى بالدليل مرهان المشكلة بعض الشباب يعمل علاقات محرمة وبعدين يهوى البنت وبعدين يجي يقول زوجني إياها فيقولوا شوف سيرتها بالفيسبوك شوفه الإستقرام تبعها شوفه المسناب هو خلاص الآن واضح بأن هنا كلام الأب أو الأم مبني على مصلحة شرعية والعار قد يلحق الأبوين يعني لو قال الولد أنت خلاص أنا راضي حتى لو سيئة أنا راضي يقول طيب أنت تظن أني أنا بمن آ عن ذلك طيب أنا سمعتي ما تتلوث لما ابني تزوج واحدة ساقطة أنا سمعتي ما تتلوث فيه مس للشرف فيه مس للشرف أما إذا اختار هو امرأة واعترض عليه لا لأسباب دينية ولا للخلق فالذي يظهر أنه لا يجب طاعتهما في ذلك لأن اختيار الزوجة أصلا من حق الولد لا من حق الوالدين جاء في فتاوى اللجنة الدائمة وأما ما يتعلق بطاعتهما في الأمور المباحة والعادية وفي أمر التزويج والطلاق فهذا يعود إلى تقدير المصالح والمضار والمقابلة بينها يعني الموازنة فإذا أمر الوالدان ولدهما بشيء من ذلك منعا أو إجابة والمصلحة في مخالفتهما يعني المصلحة الشرعية فلا حرج على الولد في ذلك بلطف وحسن معاملته لعموم قولي صلى الله عليه وسلم أنتم معلؤوا بأمور دنياكم قالت اللجنة ولا يكون الولد عقا بذلك وإذا كانت المصلحة راجحة في طاعتهما في شيء من ذلك ففي طاعة الولد لهما خير والبركة والبر والإحسان انتهى وقالوا إن كان يعني علماء اللجنة منعوهما لك لغرض شرعي وجب عليك طاعتهما وإن كانت ممانعتهما لا تحقق غرضا شرعيا فعليك السعي معهما بالتي هي أحسن وما يحقق استمرار البر واستقرار الحال لأن ممكن الولد إذا أصر قال هذه راح أتزوجها وتزوجها والأب لا يريد الأم لا تريد يقول شوف لا تدخل بيتي ولا أدخل بيتك ولا أشوف أولادك فالابن يراعي أيضا حسابات أخرى يدخلها في اتخاذ القرار سئل الشيخ بن عفيمي رحمه الله أن شاب مسلم لدي ابنة عم يريد جدي أن يزوجني إياها وأنا أريدها لدينها ولكن أبي وأمي عندهم تحفظ عليها وقد لا أستطيع أن أجد مثل دينها وخلقها فأجاب الشيخ رحمه الله أرى أن تمضي في خطبة هذه المرأة مدامة قد عجبتك في دينها وخلقها وأن تقنع والديك بذلك فإن أصر على كراهية خطبتك إياها فامضي في خطبتها إلا أن يذكر سببا شرعيا يوجب العدول عن خطبتها وسئل أيضا عقت زواجي على امرأة لا ترضى بها أمي لا لدينها يعني فيها شيء في الدين ولكن لا تحبها ما راقت لها قال أقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير النكاح لا يتدخل فيه لا أم ولا أب إلا إذا رأوا شيئا يخل بالدين أو الخلق لأن هذا خاص بالإنسان كما أنه في الأكل مثلا إذا قال له أبو لا تقرب الرز فهل يتركه؟ يلزمه؟ لا هذا شيء يتعلق بالإنسان بنفسه وشخصه إلى آخر فتوى الشيخ رحمه الله ومن العلماء من أوجب طاعة الوالدين في هذا إلا إذا تعلقت نفس الإذن بها أو غشية على نفسه يعني قال بعض العلماء إذا قال لا تتزوج هذه يلزم أن يطيعهما يعني حتى لو ما عليها ملاحظات في الدين والخلق إلا إذا قال أنا أخشى نفسي تتبعها وأساوي مع علاقة بالحرام خرص هنا يقال لا تزوج تزوجها هذا هذا مفسد أعظم قال أحمد رحمه الله إذا كان الرجل يخاف على نفسه إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهم ذلك يعني يقول أنا أريد أن أتزوج أنا شاب الفتن كثيرة من حولي مصايم فقال لا لا لسا أنت صغير ما تتزوج الآن والولد مقتدر خلاص طاعة الله تقتضي أن يتزوج بلا ريب وأن يعف نفسه يعني إيش يبقى معرضا للحرام وينزلق فلذلك أحمد رحمه الله قال ليس لهم ذلك وقال له رجل لي جارية أمه أمه وأمي تسألني أن أبيعها تقول بيعها وتخلص منها فقال أحمد للسائل شف هذا فقه الفتوى قال تتخوف أن تتبعها نفسك تتخوف أن تتبعها نفسك أو تتبعها نفسك قال نعم التعلق موجود إذا بعت خاف أني أروح دور عليها قال لا تبعها قال إنها تقول عن أمي لا أرضى عنك أو تبعها خلص خيار ما فيه يا كذا يا تبعها أقول لا أخضب عليك قال إن خفت على نفسك فليس لها ذلك قال شيخ الإسلام لنتيمية لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبا أو لأن عليه في ذلك ضررا ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخاف على نفسه يطيعها في ترك التزوج وفي بيع الأمة لأن الفعل حينئذ ليس فيه ضرر على الولد لا دينا ولا دنيا ترجمة نانسي قنقر